السر يكمن وراء الساعة الصفراء الكرتونية صاحبة الصوت المسرسع أصحابي وصحباتي هنا ومحلك سر شوفوا لمؤخزة أكواني المتعددة إنما إيه؟ في السر حلقة لوك الحلقة الخامسة بتكشف الضباب والغوار عن الكائن الذي يكمن وراء التيفي إيه إحنا ما شفناهوش طبعا هو هينشاف في الحلقة الستة وهنعرف مين اللي وراء هذا العالم الكبير لكن الأهم الحلقة الخامسة بتضعنا قدام شخصية لوكي بطريقة مباشرة أنا عارفنا قلت الكلام ده الحلقة اللي فاتت واللي قبليه بس الحلقة ديت أهم بكتير الحلقة دي هي اللي جهزت لوكي هي اللي حطته قدام نفسه هي اللي خلته إنسان سوي مش إنسان شرير زي ما هو أصلا كان بيحاول يقدم نفسه للعالم الدخلة بتاعة الحلقة الخامسة كانت دارك جدا سوداوية جدا لما شفنا بداية الأحداث وشفنا كده بعض التفاصيل اللي في الأول قبل ما ندخل فيه العالم الغريب اللي هو في الخلاق ده شفنا بعض الحاجات ومش هنتكلم فيها قوي لإن هي ممكن ما تكونش مهمة قوي تفاصيل أحداث إحنا بنفهمها من بعض ويمكن أهم الحاجات اللي فهمناها في الموضوع ده أول حاجة إن الناس اللي هما بيختفوا بيروحوا المكان دوت الخلاق خلاص؟ الحاجة التانية إن الفوانيس بتاعة إعادة ضبط الزمن هي ما بتنحيش الموضوع ده خالص بل بتنقل أي حاجة مش موجودة في الخط الزمن بتاعها وبتوديها العالم ده العالم اللي وقع فيه لوكي العالم اللي راحت ليه سيلفيا بمحض إرادتها العالم اللي بتبخر فيه وراح له بعد كده عمنا موبيس وبعد كده هو رجع طبعا بس مش هنعرف إيه اللي حصل إلا في الحلقة اللي جاية وعرفنا كمان إن العالم ده أو الخلاء ده أو الفويد هم كانوا بيقولوا عليه فويد الخلاء المكان الفاضي الفارغ فهمنا إن المكان ده هو عبارة عن نفايات العوالم الموازية أو الأكوان اللي هي متعددة نتاج الخطوط الزمنية المتشعبة بتنهار أو بتقع في المكان ده وفيه كائن كبير جدا اسمه ألويد هذا الكائن بيأكل بقى أي حاجة بتقع في المكان ده وبيقضي عليها تماما هنا بقى لوكي وصل للمكان ده زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت وتم بقى إحنا عيشنا في الحلقة الخامسة كل التفاصيل في المكان ده وشفنا لوكي لما قابل كل الأشكال بتاعته المتعددة والمتغيرة بما فيهم طبعا التمساح اللي هما كلهم مستغربين وطبعا زي ما إحنا عارفين وزي ما أنا عرفته مؤخرا إن أصلا لوكي في الكوميكس عامة لنسخ كتيرة منها تعبان وحيوانات أخرى لكن التمساح ده كان بالنسبة له كان جديد كمان عرفنا في هذه الحلقة إن لوكي الراجل العجوز هو أقوى واحد فيهم وطبعا ده ما استفزش لوكي خالص بل هو كان سعيد وكان مبسوط علشان حاجة معينة كده حصلت في الحلقة الخامسة إحنا مش هنحرقها علشان الناس اللي لسا ما تفرجوش لكن كده خلونا ناخد الموضوع واحدة واحدة من بداية المكان الخلاء ده إحنا في البداية كده بنشوف بيوت متضمرة مباني مكسرة بنشوف كده في الجنب طبعا لو قدرت أجيب الصورة حطها لكو لكن لو معرفتش خلاص هنلاقي في مبنى كده شبه المبنى بتاع توني ستارك بتاع 2012 المبنى اللي كان في نيويورك المبنى اللي هو اللي تضمر خلاص المبنى ده كان موجود بس كان عليه حروف تانية كان Q, E, N, G حاجة كده الحروف دي انا مش عارف ايه بصراحة بس انا اعتقد ممكن تكون المبنى ده كان في عالم اخر دنيا تانية موازية ووقع في المكان ده يعني حاجة مفروض تتريم هنا وشوفنا كمان كان فيه مبنى كده كان عليه رقم 2010 او 2019 رقم صفر اللي في الاخر كان مقلوب شوية مش بين ده 9 ولا 0 المهم فاهمنا بعد كده ان التفاصيل دي كلها منهاش اي لازمة وده كله كان عبارة عن يعني هاري في دماغي وانا بتفرج لحد ما عرفنا ان المكان ده اي حاجة بتتجمع فيه هو عبارة عن نفايات الاكوان الاخرى او الخطوط الزمنية الاخرى مش اكوان خطوط زمنية اخرى عشان بس نبقى دقيقين في الكلام وهنا فيه نقطتين مهمين بالنسبالي وانا شايفهم حاجة حلوة حابب ان انا اناقشكو فيها او اقولكو عليها الحاجة الاولى وهي في حاجة في الحوار كده كانت مهمة جدا وكانت بتعكس برضو معنى معين وهي ان لوكي بعد ما كان بتكلم مع النسخ بتوعه التلاتة او الاربعة او بالمناسبة ان الرجل الاسمر ده طلع لوكي انا كنت جلطان هو لوكي خلاص انا مع يعني كل الناس قالوا لي ان هو لوكي وانا مكنتش بصدق قوي بس هو لوكي شور يعني النقطة دي ان هما كانوا بتكلموا بعدين لوكي لما زهق منهم كان طالع فوقه بقى يعني طالع السلالم ومش عارف ايه وكان بيقول كلمة واحدة بس بيقول وحوش يعني ان احنا وحوش او الناس دي وحوش فكانت ضحك اللي ورا في واحد منهم قال ياس نعم ايوة هنا المخرج كان عامل رابطة او ميكس ما بين الحوارين مع انهم ملومش علاقة ببعض خالص لوكي كان بيكلم نفسه والتانين كان بيتحكوا عن الحاجة اللي لوكي عايز يعملها فكانوا بيقولوا ليس يعني وكانوا بيهزروا فتلاقي هذه الكلمتين مع بعض الكلام ده مع بعضه تلاقيه مع بعضه يعني كان بيدي مدلول معين بيعكس حاجة معينة في شخصية لوكي وحش وحوش طبعا لوكي لما فتح البتاع لقى ناس تانين خالص زيه برضو الاجزاء الاخرى او النسخ التانين بتوعه وهنا نيجي للحاجة التانية من النقطة دي الناس دول الناس دول تحت وعدوا تخلقوا ع بعض على العرش العرش اللي هو عاملوا الولد الصغير يعاني لوكي الصغير يعني في المكان المهجور ده اللي فيه وحش بيلتهم اي حاجة حية فالعقلية بتاعت لوكي هنا بتبان وبنشوفها بشكل واضح جدا العقلية اللي بتحاول دايما باي طريقة توصل ان يكون هو الحاكم هو المسيطر والموضوع ده كان عامل له عقدة وطبعا احنا برضو شوفنا في احداث الحلقة ان هو حتى كمان هو بالنسبة له مع ان لوكي العادي اللي احنا نعرفه بقى طيب بس برضو عنده احساس او عنده طموح انه يكون يعني كنج في يوم من الايام ويكون تحتية رعاية قطار جدا ويكون هو المسيطر عليهم هو الرغبة دي يعني عمرها ما هتروح معنا عنده حتى لو بقى طيب يعني لكن المهم نرجع للمشهد تاني اللي كان في القبو تحت وبنشوف الخناء ما بين اللوكيز الكتير دول وبنشوف هنا مشهد من اجمل المشاهد اللي عملها المخرج في هذا المسلسل وهو الصراع ما بين لوكيز صراع ما بين لوكي لوكي يبقى تصارع في عقله المكان ده كان عبارة عن عقل لوكي والناس دول كلهم كانت عبارة عن الاهداف او المساوئ والحاجات السلبية والسيئة بتاعت لوكي وكل شخصية منهم بتمثل حاجة من لوكي فكلهم كانوا بيتخنقوا مع بعض كلهم كانوا في حالة صراع تام هنا بنشوف حقيقة لوكي فعلا لما بتخنق مع نفسه من الاخر يعني لكن هنا لوكي والنسخ بتاعته العاقلة بتمشي وبتسيب الغوغاء دول وبنشوف بعد كده الراكل الكبير فيهم اللي هو لوكي الكبير بيقول الكتب ان هو مغرور ومش عارف ايه بيزم في نفسه يعني معنى كده ان هم بيحاول يكونوا ناس كويسة هم شافوا حاجات كتير جدا وحشة وعايزين يبقوا ناس كويسة او يكونوا شخصيتهم كويسة هنا بنشوف التغير التام في شخصيت لوكي وبيننتقل من لوكي المغرور الشرير او اللي كان بيدعي الشر الى لوكي الطيب الانسان اللي هو هيكمل بعد كده معانا مش عارفين هيوصل لحد فين ومش عارفين برضو هل لوكي بيمثل علينا ولا لا طبعا حوارات لوكي مع لوكي الثانيين الكبير والصغير حتى التمساح كان كلها عبارة عن فتح كتاب لوكي وكشف الاسرار وكتاب مفتوح بنحاول كلنا نفهم شخصيت لوكي من هذا الاطار طبعا كل الحوارات كده طيب هنا هنشوف وهنتكلم عن حاجة تانية كمان وهتهمنا كلنا وبنحاول ان احنا نتناقش فيها يا ترى مين الشخصية اللي قعدة ورا كل الكلام ده لما هم قدروا خلاص يسيطروا على الكائن الهلامي الضخم الدخاني البنفسيجي الكبير ده وظهر من ورا قصر قصر موجود في مكان كأنه في مكان انفجار يعني زي كوكب او انفجار نجم كبير زي الحاجات الموجودة في الفضاء طب المكان ده فين بقى؟ في احد الحوارات الجانبية مع احد الاصدقاء قال لي حاجة يعني تفسير كده ممكن نكون نوضح شوية وهو ان كل اللي بيحصل ده موجود في عالم الكوانتم في العالم المتناهي الصغر اللي عند عمنا انتمان انتمان لما دخل العالم الكوانتم قبل ما يحصل البتاعه ديت هو ما متش هو ما تلاشاش لان الزمن في المكان ده واقف هو خارج الزمن هو بره الزمن اللي احنا نعرفه فانتمان ما حصلوش اي حاجة فهذا الصديق العزيز قال لي ان ممكن يكون العالم ده كله موجود في هذا العالم الكوانتمي خلاص فعشان كده العالم ده بره الزمن بره الحاجات اللي احنا نعرفها لوكي ما بيعرفش يعمل السحر بتاعه جوه علشان كده هو معزول تماما لكن لما بيخرج بره بيقدر يتعامل عادي جدا لكن هنا القصر ده بقى موجود فين وفيه حاجة تانية وديت قالتلي في الكومنتس وهي ممكن يكون لوكي هو برضو اللي باره كل الكلام ده احنا قدام عالم عبارة عن لوكي كل حاجة فيها لوكي وان القصر ده فيه لوكي النسخة اللي هي بقى ايه عملت كل الكلام ده علشان يكون هو الكنج هو المسيطر على كل حاجة وعمل كل الكلام ده علشان يكون او يحفظ الكون بتاعه او العالم بتاعه وهو اللي عمل كل الكلام ده زي ما شوفنا الراجل العجوز لوكي العجوز قدر ان هو يبني اسجارد من اوله جديد وقدر ان هو يبنيها يعني لكن قوته مقدرتش تكمل فانهار المبنى كله هل هنا ممكن يكون لوكي هو اللي ورا كل الكلام ده بس يكون لوكي قوي شرير جدا قدر ان هو يبني العالم ده بشكل واقعي جدا 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 ده تصور انا متخيله شوية وحاسر ممكن يكون صح واطفك مع الشخص اللي قال لي ده في الكومنتس انتوا رأيكم انا حاسر اغيت كتير وعكيت كتير بس الاهم من كل الكلام ده الحلقة الستة ايه توقعاتكم لها هل كل الكلام اللي انا قلته ده ممكن يكون منطقي ويتكرر او يحصل في الحلقة الستة ولا الحلقة الستة ستأتي بافكار واشياء جديدة مختلفة وهتكون مفاجأة اتمنى اعرف رأيكم في الكومنتس ايه رأيكم في الحلقة دي وايه تقويمكم ليها وطبعا اكيد انا في حاجات كده عدتها وما تكلمتش فيها وطبعا عن قصد اكيد علشان نتناقش فيها مع بعض في الكومنتس ايه راب تكون الحلقة جابتكم طبعا الحلقة دي مش حلقة الحلقة الخامسة وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازل اشتركوا في القناة